في توقيتها المناسب جاءت الوديعة الاماراتية بقيمة مليار دولار لتكون بداية الغيث للاقتصاد المصري الذي يواجه شحا غير مسبوك في تدفقات العملة الامريكية فالاعلان عن الوديعة الاماراتية لدى المنك المركزي لمدة ست سنوات جاء بعد توصل مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على قرد بقيمة 12 مليار دولار لإصلاح الخلل الواضح في كافة مؤشرات الاقتصاد المصري وعلى رأسها عجز الموازنة وما يستلزمه الحصول على هذا القرد من تدبير تموير إضافي في العام الأول بقيمة 6 مليار دولار المبلغ في حد ذاته هو بداية المشوار الـ 6 مليار دولار زي ما احنا ابتدينا نسميه زي ما حضرتك عارف أن صندوق النقد الدولي في آخر مفاوضات كان اشترت على الحكومة المصرية أنه لصرف الدفع الأولى من القرد لابد أن مصر باعتمدها الذاتي على جهدها وعلى شركاتها التجاريين وعلاقاتها السياسية توفر 6 مليار دولار بالفعل أول مليار وصل من الإمارات في صورة وديعة للمدة 6 سنين في تصريحات سابقة على الوصول الوديعة السعودية من السعودية بقيمة 2 مليار دولار إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة الحكومة المصرية التي تواجه العديد من التحديات المالية أصبحت مضطرة لتنفيذ برنامج صعب للإصلاح الاقتصادي يعتمد في الأساس على خفض عجز الموازنة الذي يقدر في موازنة العام المالي الحالي بنحو 320 مليار جنيها من خلال حزمة إجراءات أكد عليها صندوق النقد الدولي من بينها ضريبة القيمة المضافة ويعادة هيكلة منظومة الدعم وسط أنباء عن عزم الحكومة إلغاء دعم الوقود في خلال ثلاث سنوات نحن ندعم الخطة الحكومية الرامية إلى إصلاح عمليات دعم الوقود والتي أطلقت في 2014 وقد أخبرتنا الحكومة المصرية برغبتها في الاستمرار في هذا البرنامج وهو سيكون أنصرا مهما من الخطة المالية على المدى المتوسط إضافة إلى قضية الضرائب وتحديدا ضريبة القيمة المضافة سولار يمثل ألعاب الأكبر وهو الديزل يمثل تقريباً 50% من دعم الطاقة يعني هو ده يعتبر ملف الأكثر حساسية وملف شائق جداً هو بيؤثر في السرع في مصر كلها طبعاً أنه يحدد تكلفة النقل أعتقد أن الحكومة المصرية قادرة على أنها تنفذ البرنامج خلال ثلاث سنوات ولكن لا يمكن أن نقلل من حجم الألم الذي يشعر شعبي المواطن وتسعى مصر للحصول على تمويل إضافي لبرنامجها الإصلاحية من خلال اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية إضافة إلى طرح شريحة جديدة من السندات الدولارية لم يعد إذن أمام الحكومة المصرية سوى أن تبدأ قطوات الإصلاح الاقتصادي وأن تفتح ملفات شائكة على رأسها ملف الدعم والذي ظل لسنوات طويلة عبءاً فقيلاً على الموازنة المصرية يسين الجهري سي ام بي سي عربية القاهرة